هل يعني هذا الإعلان أننا إذا فترة رئاسية ثالثة كارثية حسب توصيف كثيرين للرئيس السابق باراك أوباما؟ نعم دعني أتفق مع ذلك ودعني أيضا أتحدث قليلا عما أشار إليه زميلي الكريم من واشنطن صحيح أن المخاطر ليست فورية وأنا أتفق مع حضرتك في هذا ولكن أيضا لا ينبغي التغاضي عن النواية لأن السياسات الخارجية بتيجي من التفاعل النواية التي تقالت أثناء الحملة الانتخابية عملت قائمة كده بالنيات وهذا هو ما يقلقنا في المنطقة وبالتالي لا ينبغي أن نغض النظر عن ذلك أما ما تقول حضرتك من أن في منظومة فيها طبعا الكونجرس وفيها مجلس شيوخ وفيها مؤسسات كتير نعم أنا معك في هذا إلى النهاية ولكن في النهاية مصالح الإدارة الأمريكية لها يعني برضو مؤامتها مع الكونجرس ومجلس شيوخ دعني أجيب على سؤال حضرتك في إيه السيناريوات اللي جاية إحنا بشكل سريع قوي هندخل فيه جدل قانوني وفيه جدل حوالين إيه حكاية أصوات الموتى وإيه حكاية التزوير وإيه حكاية الإعلام وإيه حكاية شركات تكنولوجيا وحنفضل في الحكاية دي إلى مدى زمني مش قليل وربما من هنا لحد شهر يناير لما يحصل الانوجريشن أو بيستلم بايدن السلطة أفتكر أن احنا هنسمع كتير من القصص وحنشوف كتير من الممحكات ومن الأضايا ولكن بشكل سريع هل المشهد اللي احنا فيه منع الإدارة الأمريكية من فرض عقوبة مثلا على وزير لبناني بتهمت الاتصال بحزب الله ما منعتوش إذن كمان إدارة ترامب عندها شهرين تقريبا من الحركة اللي تستطيع أنها تعمل فيهم ترتبات طيب العلاقة مع المنطقة والعلاقة مع الصين والعلاقة مع روسيا والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي بالذات الذي يستعد للرد على التعريفة الجمركية بتاعة ترامب بتعريفة جمركية مقابلة احنا قدام برضو فترة مش هتبقى مستقرة بسرعة صح من هنا إلى يناير ومن بعد يناير ربما فبراير حتى نرى الوجه الحقيقي لجو بايدن